هذا هو منفذ علب الذي يعد ثاني منافذ محافظة الصعدة والرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية بالقرب من هذا المكان كانت تتمركز ميليشيا الحوث والمخلوع قبل وصول الجيش الوطني إلا أنها الآن أصبحت تبعد عنه عشرة كيلو مترات تقريبا إلى الجنود بعد أن منيت بها زائم متلاحقة تمت السيطرة على مندبة كامل إن شاء الله مع باقي لا تبتين معهم بنأخدها ونبدأ على باقم إن شاء الله ونحن منتصرين ونحن ماسقين الآن داخل مندبة وسط المدينة فقدت الميليشيا العديدة من المواقع المهمة في منطقة مندبة أبرزها تبة السوداء وتبة النمر وتبة النمصار بإصرار على التحرير يمضي الجيش الوطني هنا متوقلا في أولى مديريات محافظة الصعدة مع قل جماعة الحوث المتمردة بتخليص المحافظة من الميليشيا ويأخذ مواجهات شديدة وهو ما دافع بعناصر الميليشيا إلى الفرار من أغلب مواقعها مخلفة الكثير من الخراب الذي ألحقته بمنازل المواطنين وامتلكاتهم جراء تحويلها إلى ثقنات عسكرية مسافة ضئيلة باتت تفصل مقاتلية للواء الخامس حرص حدود التابع للجيش الوطني عن مركز مديريات باقم الحدودية لتكون بذلك أولى مديريات الصعدة تتحرر من سلطة الإنقلاب نهائيا ترجمة نانسي قنقر